احتفل يوم أمس بنك شارع التجاري بالحفلة السنوية المخصص للعمال الهدف من إقامته هذا الحفلة السنوية هو تحفيذ وتشجيع العمال المناسبة حضرها أيضا ودير الوظيفة العامة سعيد عبدالكريم بوش أحمد ياسين عبدالرحمن إن مثل هذه الاحتفالات السنوية للعمال بالمؤسسات العامة والخاصة لها إقاع وصدى خاص في نفوس العاملين نسبة لأنها تعني التقدير والإحترام للعامل والموظفة ومن هذا الشأن دأب البنك التجاري تشادي كل عام تنظيم مثل هذا الاحتفال تقديرا وتشجيعا للعمال واعترافا بالجميل الذي قدموه للبنك خلال مسيرته الاستثمارية والتجارية حيث شمل الحفل تكريم 16 عاملا وموظفا كانت مسيرتهم المهنية حافلة بالإنجازات وسمعتهم طيبة بالبنك لأنهم موظبون في آداء واجبهم المهني المحتفى بهم ثلاث طبقات جميعها عايشت مراحل تطور البنك وهم عماداء السلك الوظيفي في البنك حيث مكثوا من 15 عاما إلى 25 عاما من العطاء المتواصل ممثلهم عبر عن شكره وامتنانه لإدارة البنك مناشدا جميع الموظفين والعاملين الحفاظ على السمعة الطيبة في العمل تبعه في الحديث مندوب العمال ومدير إدارة الموارد البشرية بالبنك والذين قدموا إرشادات عامة للعمال والموظفين باحترام نظم وقوانين العمل وللإدارة بزيادة رواتب العمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية من جانبه المدير العام للبنك التجاري تشادي جون بيير غالبيير سرد حصيلة العمل للعام 2016 مقارنة مع بداية العام الجديد 2017 إلا أن البنك بالرغم من هذه الصعوبات سيواصل في تحقيق هدافه التنموية بجانب الحكومة والفاعلين الاقتصاديين في مداخلته وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي عبد الكريم سعيد بوش شكر البنك على هذه اللفتة طيبة تجاه العاملين والموظفين بالمؤسسة وهذا يأتي نتيجة للثقة المتبادلة بين الطرفين مشجعا هذه الخطوة متمنيا المزيد من التقدم والتطور للبنك